موسيقى اشتركوا في القناة موسيقى قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم صدق الله العلي العظيم بعل هذه الكلمة بدأنا بها خطبة سابقة قبل سنوات كلمة بعل مخففة مخففة أبارة برمجة العاقل اللاواعي هذا البحث بحث مهم يرتبط لا أقول بأكثر البشر إنما بحث مهم يرتبط بجميع البشر لا تجد أحدا هذا البحث لا يرتبط به ولا تجد أحدا هذا البحث لا يكون شيئا مهما في أبعاد عديد من حياته هناك في ذهن الإنسان حسب التعبير في عقل الإنسان مقاطع بعض الأمور في المقطع الأمامي من العقل بعض الأمور في المقطع الخلفي من العقل هذا يسمى بالعقل اللاواعي وهذا مؤثر في حياة كل البشر لا يوجد استثناء هذا الموضوع له أبعاد عديدة نأخذ بعدا واحدا أبعاد كثيرة بعد واحد من أبعاد برمجة العقل اللاواعي كثير من الناس هذا البعد وحده يشمل لعله 80% من الناس لعله 90% من الناس كثير من الناس تحصل عندهم قناعات معينة ولكنهم يخالفون قناعاتهم لماذا؟ في أبعاد عديدة في البعد العقدي فيما يرتبط بالعقيدة في البعد العملي الشرعي في البعد العائلي في البعد التربوي في البعد الاجتماعي في تجاراته في حياته الشخصية الخاص به في أبعاد عديدة تحصل عنده قناعات معينة ولكنه يخالف قناعاته ما السبب؟ مقتنع ولكنه يخالف قناعاته نذكر بعض النماذج في البعد العقدي فيما يرتبط بالعقيدة الله عز وجل ماذا يقول؟ يقول وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم عنده يقين لا أقول عنده قناعة عنده يقين اليقين فوق القناعة القرآن الكريم يقول أكثر من ذلك يقول استيقنتها استيقنتها زيادة المباني تدل على زيادة المعاني يعني يقين شديد استيقنتها أنفسهم يا أخي معاجز القمر يشق معجزة واضحة الشمس ترد هذه ليست معجزة هذه المعجزة تخفى على بشر واضح معجزة تحصل عندهم حالة اليقين نعم أعلى درجات حالة اليقين استيقنتها ليست تيقن استيقن استيقن فرقه مع تيقن ما هو زيادة المباني تدل على زيادة المعاني يعني المعنى الشديد يعني يقين شديد يقين غليظ مع ذلك يجحدون لماذا المشكلة أين المشكلة في العقل اللاواعي في العقل الواعي قناعة يقين ولكن العقل اللاواعي لا يسمح له يتحكم فيه يجحد أبو جهل لماذا يجحد يجحد أبو لهب لماذا يجحد المشركون لماذا كانوا يجحدون مشكلة العقل اللاواعي في مجال العقيدة أترك مجال العقيدة مجال العقيدة مهم جدا انزل في مجال العمل الشرعي أعمال بعضنا مقتنع عنده يقين بحرمة شيء ويفعل ذلك الشيء لماذا ويحب أن لا يفعل ذلك الشيء ولكنه يفعل أكلوا أموال الناس بدون رضاهم جائز قضان حرام لماذا بعض الناس وهو يعلم أن هذا حرام يرتكبه الشاب والعياذ بالله يعمل العادة السرية لماذا يعلم أن هذا الشيء حرام يعلم أن هذا الشيء ظار ضررا شديدا يعلم أن هذا الشيء قد يدمر حياته الزوجية في المستقبل مع ذلك يعمل لماذا مشكلة العقل اللا واعي يتحكم فيه لا يريد أن يعمل البنت مقتنع قناعة كاملة بأنها تخرج بالمكياج حرام أمام الرجال الأجانب تعلم ليست جاهلة تعلم ليست ضد الدين تحب الدين تحضر مجالس تحضر مساجد تحب الدين ليست بعيدة عن الدين مع ذلك تخرج بالمكياج وهي تعلم أن هذا حرام لماذا المشكلة في العقل اللا واعي في خلفية الذهن أترك هذا البعد خذ إليك البعد الأخلاقي بعضنا يعلم أن الأخلاق في الحياة الزوجية هي الأكبر تأثيرا مع ذلك يتصرف مع زوجته بعنف بشدة شخص لا لها لالله كان يقول أنه يعاني منذ السنوات من مشكلة عائلية بينه وبين زوجته وسبب هذه المشكلة أنه أخطأ خطأ ما قال ما هو الخطأ خطأ معين منذ السنوات والحل لهذه المشكلة أنه يذهب إلى زوجته ويعتذر منها ولكنه لا يذهب لا يفعل يعلم المشكلة ويعلم الحل كان يقول إذا أعتذر لها تقبل العذر سنوات يعاني ولكنه لا يعتذر أين المشكلة لا يفهم لا يفهم لا يعرف المشكلة يعرف المشكلة لا يعرف الحل يعرف الحل لماذا لا يعمل بالحل وهو يعاني مشكلة مشكلة زوجية معاناة خلفية الذهن تتحكم فيه خذ إليك القضايا الدينية عندنا علم أن الدنيا تغيرت ليست كالسابق الوضع تغير كثيرا نعلم حريات في الدنيا كثير ولكن بمجرد أن أحدنا ينتقد ولو نقدا علميا محظا بدون تهريج بدون سب بدون أي شيء نقد علمي بمجرد أن أحدنا ينقد علميا رمزا من رموز الآخرين الكل يصيح لا ما القضية في بلد بلد آخر أصلا شخص لا يرتبط بنا أصلا بلد بعيد شخص يتعرض فرضا لعائشة يتعرض لأبيبك فرضا في بلد آخر مجموعة أخرى لارتباط لها بذلك الشخص أصلا يصرخون لا بيانات كذا في عالم يسب الله تعالى فيه جهرا وهؤلاء ساكتون في عالم تسفه آيات قرآنية والعياذ بالله وهم ساكتون لا يصدرون بيانات لا أقول تسفه آيات قرآنية من غير المسلمين من المسلمين لا أقول تلويحا تصريحا يقول بعض الآيات القرآنية باطلة خلص بكل صراحة وهؤلاء ساكتون ولكن ليتعرض شخص لأبي بكر لعمر لعائشة كلهم يصرخ ما القضية لا أتكلم عن الآخرين أتكلم عن أنفسنا عن إطارنا الشيعي ما القضية تسفه آيات قرآنية من قبل مسلمين من قبل رجال دين مسلمين شكله شكل رجل دي أنتم ساكتون المشكلة أين لا علي بالقضية المشكلة أين المشكلة في الخلفية الذهنية ليست ليست في الذهنية الحاضرة في الخلفية في التربية الذهنية تعود على هذه الحالة الشخص منذ صغره العادة تبقى ليست تبقى تتحكم فيه أترك هذا البعد خذ إليك بعدا آخر الأبعاد الشخصية قضايا شخصية شخصية خاصة بالشخص أحيانا عندنا قناعات بأشياء ونخالف قناعاتنا في القضايا الشخصية بعض الناس يدخن لا بأس بعض الناس يقول التدخين لا يضر لا بأس لا بعض الناس يدخن وهو مقتنع بأن التدخين ضر ضررا كبيرا لماذا يدخن التدخين ليس محرمان ولكن هو مقتنع مقتنع أنه يضر جسمه لماذا يضر جسمه لا يحب أن يقلع نفسه عن التدخين يحب لا يعاني من التدخين يعاني لكنه لا يقلع نفسه عن التدخين لماذا المشكلة أين ليست في القناعة الحاضرة في الخلفية الذهنية والآلاف من الأمثلة ذكرت لكم أمثلة من أبعاد عديدة حتى نعرف أن القضية مرتبطة بكلنا هذا بعد من أبعاد بحث العقل اللواعي الخلفية الذهنية هؤلاء لماذا يخالفون قناعاتهم هؤلاء ليسوا عقلاء لا هم عقلاء بل بعضهم لعله أعقل من غيره إذن لماذا يخالفون قناعاتهم لماذا لا يحلون هذه المشاكل وهم يحبون أن يحلوا هذه المشاكل المشكلة أنه لماذا المشكلة تبقى لأنه العلاج يتوجه إلى شيء غير المشكلة يعني الشخص يعاني من أمراض في قلبه يذهب يعالج كبده يشفى قطعا لا المشكلة في القلب هو يعالج شيء آخر المشكلة في الخلفية الذهنية نحن نحاول أن نعالج الذهنية الحاضرة المشكلة تبقى عشرين سنة ثلاثين سنة يعاني يريد أن يترك التدخين يريد أن يترك عادة سيئة يريد أن يترك عملا محرما لا يتمكن لأنه يعالج شيء آخر المشكلة مكان ثاني كمثال أنت جالس على ناقة كمثال وأمام الناقة شخص قائد للناقة يقود الناقة إلى نار مشتعل لا يريد أن يلقيك في تلك النار أنت ترى تعرف قصده تأخذ سيفا تقطع يد القائد هذا ارتحت منه ولكن الناقة لا تزال تسير نحو النار عجيب القائد سقط قائد الناقة سقط لماذا الناقة لا تزال تسير لأنه يوجد خلف الناقة السائق يدفع الناقة وأنت غير منتبه لها لا تعرف أن هناك خلفك شيء آخر يسوق الناقة أنت رأيت القائد فقط ما رأيت السائق المشكلة تبقى يسوق الناقة يسوق الناقة ويلقيك في النار هذا بالضبط مثال العقل الواعي والعقل اللا واعي بالضبط الإنسان ينتبه إلى العقل الواعي يعني الشيء الحاضر الآن في ذهنه أما التراكمات في ذهنه لا يلتفت إليها عادة لا يلتفت إليها تراكمات عشرين ثلاثين خمسين سبعين تسعين سنة تراكمات منذ الصغر هذه تتجمع وتؤثر وتتحكم فيك وأنت غافل عنها تراكمات قضايا قديمة أصلا لا تنتبه خلفية الذهن تأتي تحاول أن تحل المشكلة تجلس مع ابنتك بنتي حرام تخرجين أمام الرجال الأجانب بمكياج هذا حرام تقنعها وهي تقتنع بالفعل تقتنع مرة ثانية تخرج بالمكياج تجلس تجلس عند ابنك ولدي أنا أحبك لا تفعل هذا الفعل الحرام هذا الظهر لك حرام مخالفة الله عز وجل يفهم يدرك مع ذلك يفعل لعله يبكي هو يريد أن يقلع نفسه لا يتمكن وأنت ما حلت المشكلة أنت وجهته في العقل الواعي في القناعات هو مقتنع هو ما عنده مشكلة في القناعة مقتنع أن العمل سيء لعله ينصح الآخرين أيضا لا تفعلوا هذا العمل ولكن هو يفعل المشكلة بقيت تذهب إلى الطبيب المتخصص الخبير يجلس معك ساعة ساعتين ثلاث ساعات تدخين ضار 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 تخرج مرة ثانية تدخن لأنك ما عندك مشكلة في القناعة كل الكلام يصب في القناعة المشكلة البنت فتحت عينيها رأت المرأة الفلانية تخرج بمكياج رأت نساء تحبهن يخرجن بالمكياج رأت نساء عظيمات في عينها أمها أم البنت عظيمة في عينها أمتها خالتها يخرجن بالمكياج في المسجد مكياج في الأماكن المقدسة مكياج تربية حصلت في ذهنها تربية خاطئة تلك التربية بحاجة إلى علاج بدون علاج تلك التربية أنت تتكلم كلاما فارغا تحاول أن تحل المشكلة في مكان ثاني المشكلة لا تحال الولد منطبع صور ذهنية سيئة في ذهنه صور كثيرة لعلها أفلام لعلها صور لعلها كلمات هذه الصور تتحكم فيه هو يريد أن يقلع نفسه وعن الحرام لا يتمكن هذه قضايا عادية نسبيا أقول عادية حتى في القضايا الحياتية هذه المشكلة موجودة لعله حصل لبعضكم قطعا حصل لبعضكم تجلس مع الشخص مخالف تبين له أن طريقه خاطئ قناعة أدلة كافية وافية وهو يعترف أن الأدلة كافية ووافية تفضل تفضل في طريق أهل البيت يقول لا خل فيه تراكمات لا يتمكن أن يترك تلك التراكمات أحد المشايخ كان يقول في المسجد الحرام جلست مع أحد من المخالفين سألت منه سؤالا هذه الرواية من مات ولم يعرف أمام زمانه مات ميتة جاهلية رواية صحيحة أم لا نعم صحيح طبعا تعلمون هذه الرواية رسول الله صلى الله عليه وآله قال هذا المعنى بعبارات مختلفة بشتى العبارات بيّن هذا المعنى هذا المعنى صحيح قال نعم صحيح قلت له أنا أسأل منك سؤالا من هو إمام زمان فاطمة فاطمة من هو إمام زمانها هو يعرف أنا ماذا أقصد سكت لحظات ثم بدأ يضحك قلت أنا أسأل منك سؤالا أجبني ما أجاب يضحك لماذا تضحك قال لأنني أضحك على نفسي وفكر ماذا أقول إن قلت إمام زمانها هو أبو بكر في البخاري موجود أن فاطمة سخطت على فاطمة فوجدت فاطمة على أبي بكر وجدت يعني سخطت سخطا شديدا على أبي بكر فهجرت ولم تكلمها حتى ما تتنص البخاري هو إمام زمانها وهي تسخط عليه وتموت وهي ساخط عليه وتعلمون ما هو سخط فاطمة كم هو خطير أن تكون فاطمة ساخط على شخص إن قلت هكذا الباب مغلق أمامي إن قلت إنها ما كانت تعرف إمام زمانها والعياذ بالله هذه سيدة نساء العالمين مستحيل أن يقول ذلك سيدة نساء أهل الجنة بنص كلام النبي صلى الله عليه وآله لا تمكن أن أقول في الزم أن أقول شيئا آخر لا تمكن أن أقول قلت له القضية واضحة عندك قال نعم واضحة عندي قلت تفضل في طريق أهل البيت قال لا أين مشكلة هذا الشخص مشكلته في القناعة لا قناعة موجودة خلفية تراكمات يتمكن أن يترك ذاك الطريق يأتي إلى هذا الطريق لا يتمكن التراكمات تتحكم فيه حديثنا اليوم ليس عن العلاج عن المشكلة معرفة المشكلة نصف العلاج العلاج موضوع ثاني هناك مشكلة على مختلف المستويات فيما يرتبط بالعقيدة وهو الأهم على الإطلاق جنة ونار فيما يرتبط بالأعمال محرمات غير محرمات أعمال سيئة غير محرمات أخلاقيات غير حسنة واخذ إليك القائمة من هنا وهناك هناك مشكلة في التراكمات تريد أن تحل حل التراكمات حل الخلفية الذهنية العقل اللواعي في الكمبيوتر يقولون الرام الرام هذه الذاكرة الموجودة الحاضرة هناك مشكلة في التراكمات الكمبيوتر أنت تحل المشاكل في الرام المشكلة تبقى الكمبيوتر لا يعمل الأخطاء في الكمبيوتر تكثر يقفل الكمبيوتر لأن المشكلة في مكان آخر أن تتحل الرام بدون فائدة موضوع مهم للغاية من العقيدة الاعتقاد بالله وإلى القضايا العادية من وجه حدوبها واستيقنتها أنفسهم إلى القضايا العادية لعلها غير المهمة القضية تأتي عندك مشاكل مع أبنائك أبنائي لا يسمعون كلامي انظر أين المشكلة عندك مشاكل مع زوجتك عندك مشاكل مع شريكك عندك مشاكل مع أناس في أديان أخرى حل المشكلة أنت حل العقل اللواعي ترى القضية تصبح سهلة كلمتي الأخيرة مشاكل التي تعلق التي لا تحل فورا نقول سحر لا يا أخي ليس سحرا سحر يعني خرج عن يدي هذا الشخص عملوا له عملا أقنعته قناعا مئة بالمئة مع ذلك يعمل سحر أنا مسحور مقتنع أنا لا أتمكن لا أتمكن لا القضية ليست في السحر القضية فيك داءك منك داءك فيك الدعاء صحيح مئة بالمئة صحيح الدعاء ولكن الله عز وجل يقول إن الله لا يغير ما بقوم الله الله عز وجل مشكلة عندي أنا أنا عندي مشكلة مع الشيء الفلاني الله إن شاء الله ينجيني إن شاء الله إن شاء الله بعض الأشياء بالعقل الواعي بعض الأشياء بالعقل اللاواعي إن شاء الله إن وفقنا نأتي إلى بعض الحلول على ضوء كتاب الله عز وجل وعلى ضوء السنة النبوية وسنة أهل البيت عليهما الصلاة والسلام المطهرة هناك بعض الحلول الدقيقة والكلام طويل ولكن نأتي إن شاء الله إن وفقنا في فرصة أخرى إلى بعض الحلول للعقل اللاواعي نسأل الله سبحانه وتعالى ببركات أهل البيت اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد اللهم ارزقنا اتباعهم اللهم ارزقنا زيارتهم اللهم ارزقنا شفاعتهم في الدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآله الطاهرين الله أكبر الله أكبر الله أكبر هذه خطوة عظيمة في طريق طويل الإنجاز أولا والوصول إلى مستوى التحدي ثانية والتفوق ثالثة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة